موسيقى السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي اللي يشوف الفيديو ويستفاد ما عنده خليه يشترك بالقناة ما رح يخسر شيء اليوم عدنا المقارنة بين جهازين الاي ستين والاي سبعين كنه اللي دفعني اللي نسوي مقارنة بين الجهازينين ونفس المعالج نفس الذاكرة العشوائية الاي ستين والاي سبعين نبدو مواصفاتهم شنو بالاخير انت راح تقرر الجهازين يأتي من البلاستيك حسب الاعلان والرسم لو نأتي للشاشة يأتي الاي ستين بشاشة مقاس 6.4 فول ايش دي بلاس من نوع LCD حسب الاعلان الرسمي لكن الشاشة من نوع او انفينيتي وهذه الشاشة انا احب بها واحب استعملها لكن حد الان ما مستعمل هيت شاشة الشاشة بالاي سبعين انت راح تكون 6.7 فول ايش دي بلاس من نوع او موليد او انفينيتي تنفسه موجود بالاي خمسين والاي ثلاثة يأتي الاي ستين بمعالج طبعا هنا نفس المعالج الجهازين هو الاسناب دراغون الستمية وخمسة وسبعين مع الذاكرة العشوية ستة قاقا مع المية وثمانية عشي لان الرسمي راح يصلنا للعراق ان شاء الله فبالنسبة الاداو المعالج وذاكرة العشوية ذاكرة الداخلية راح يكون الجهازين مشابه بهذه المواصفات نسبة للكاميرا الجهازين المستوي بالكاميرا 32 امامية الخلفية 32 خمسة زائد ثمانية ميجا بيكسل طبعا ثمانية ميجا بيكسل تكون وايد انجل والخمسة للعمق و32 تكون اساسية بالنسبة الA60 يأتي بطارها 3500 ميلي امبير تدعم الشحن السريع مع منفذ اليو اس بي تايب سي اما الA70 يأتي بطارها 4500 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع مع منفذ اليو اس بي تايب سي لو لدي الخلاصة المقارنة الA70 شنو افضل من الA60 اول شيء هو الشاشة الشاشة راح تكون اكبر 6.7 فل اش دي بلاس. كذلك يمكن ان تكون من اوموليد او من غير اوموليد. لكن هي الشاشة راح تكون افضل بالنسبة للاي ستين. الاي سبعين بعد يتفوق بما يتفوق بالبطارية. راح تكون اربعة الاف وخمسمية ميل امبير. هذا شيء جدا ممتاز بالنسبة للاختيار. يعني انت من تريد اختار تباوع السعر وتباوع البطارية ذاكرة عشوية المعالج. فالبطارية هنا عندك تفرق. راح يكون الاي سبعين افضل بالبطارية وافضل بالشاشة حجم اما الاي ستين중 ان شأنه الافضل من الاي سابعين. اولا بشكل الشاشة الشكل الشاشة ال WN10 يكون افضل والطف من العل Lei يعني تحس انه ما ما يسي radicüو مشكلة او ما يسوي عليك ايشي ازعاج بالنسبة اللي استخدام داخل الشاشة الماشئهير بالشاشة ما راح تأثر عليك. بينما يو ان فنتي يعني بعض الشاي لكن تحس اكوف soft بشي بوجود بالشاشة قاطع الشاشة. الشاي الثاني اللي راح يكون افضل شي هو السعر. الاي ستين يعطي بسعر رسمي بالنسبة لشرق الأوسط هو 300 دولار أما الأي سبعين راح يكون ب 375 دولار يعني المواصفات الموجودة بالأي سبعين هي كبر الشاشة وكبر البطارية راح تدفع بيها 75 دولار هذا يبقى الخيار يمك تدفع 75 دولار تحصل شاشة أكبر وبطارية أكبر أما إذا لا تقولي 3000 ونصة ماشيني والستة بوينت أربعة شاشة جدا معقولة أكثر الناس ترغب للشاشة المتوسطة أو كبيرة نوعا ما هو الستة بوينت أربعة ليست قليلة ب300 دولار أنا بالنسبة لي الخيار دائما أختار البطارية الأكبر هي 4500 ملي أمبيار يعني دائما أي جهاز توجهني إليه أشوف المعالج الكاميرا الذاكرة العشوائية كذلك البطارية البطارية فهي شيء جدا مهم بالنسبة لاختيار الجهاز فالاختيار يبقى يمك أما بطارية وشاشة تدفع أكثر أو تقلل البطارية وتقلل الشاشة وتدفع أقل لكن دائما الناس من تري تشتري هو السعر يحكم بالنسبة بالنتيجة بينها الأول والأخير فال300 دولار بالنسبة للجهاز بهيش مواصفات ستكون شيء جدا ممتاز والتجربة ستكون عندك جدا متميزة وجميلة أتمنى أنه وفدتكم بشيء لأن هذه الأجهزة قريبة من المواصفات اللي يكون أنتظر الأي سبعين أو الأي ستين معما أنه الأي سبعين شركة بي سي وكثير من الشركات الوكيل حتى عين الفهد قالوا قريبا جدا الأي سبعين راح يوصل ما أعرف القريبا جدا سبوع سبعين أو شهر هو مو أكثر من شهر قل من شهر لكن أتوقع من أسبوع إلى أسبوعين إن شاء الله يتوفر هذا الأي سبعين بالأسواق وإن شاء الله نجيبه ونجاربه لكن لحد الآن الأي ستين ماكو شيء رسمي شوكيته راح يتوفر لكن الأكثر شيء شفته شيء رسمي هو 300 دولار راح يوصلنا مع 375 دولار راح يتوفر الأي سبعين بصنا على نوب 300 دولار نعم راح يوصلناه نفس السعر لأننا عدنا نختلف السعر بالنسبة للدول الباقية اللي يمكن يوصلنا بال300 دولار شيء رسمي بس حاليا اللي موجودة هاي الأسعار راح يكون الأي ستين تغلب بالسعر على الأي سبعين مع ما أنه تقل عندك البطارية والحجم الشاشة أقل لا تنسون اضطع عجاب للفيديو واشترك بالقناة وفعل الجرس على مد تجيك الفيديوهات أول بأول وياكم مرتضجلي حاوي وفي أمان الله